استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم في قصر الصفرية وفد مشروع علاء الدين برئاسة مؤسسه البرون أريك ديروتشيلد والدكتورة ليا بيسار رئيسة المشروع وسعادة السفير جيروم كوشار سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد حيث رحب جلالته بالوفد الزائر واستعرض معه حاددا من القضايا والمبادرات التي تسهم في نشر وتعزيز قيام الخير والمحبة والسلام بين مختلف الشعوب معربا جلالة الملك المفدى عن اعتزازه بما تملكه مملكة البحرين من إرث حضاري وتاريخي رائد جعلها نموذجا عالميا للتأخي والتعايش والتسامح إذ تحتضن على أرضها مختلف الديانات والمذاهب والثقافات بفضل تمسك شعبها بالمبادئ الإنسانية النبيلة والقائمة على احترام الجميع مؤكدا جلالته على أن البحرين تواصل جهدها ومساعيها الخيرة في نشر وترصيخ مبادئ الاعتدال وتعزيز الحوار والتقارب بين الثقافات من أجل خير الإنسانية جمعاء مشيدا حفظه الله بالدور المهم الذي يطلع به مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ومساعيه المتواصلة لتحقيق هذه الأهداف السامية وأعربا جلالته عن دعم مملكة البحرين للدور الذي تطلع به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو والتي تشرف على مشروع على الدين لمد جسور التقارب والتواصل بين أتباع الأديان والحضارات لكل ما فيه الخير والسلام والازدهار للبشرية كافة من جانبهم أعرب وفد مشروع على الدين عن خالص شكرهم لجلالة الملك المفدى على حسن الاستقبال معربين عن تقديرهم لمواقف مملكة البحرين أدعمة لاحترام جميع الأديان والشعوب من أجل أن يعمى السلام ترجمة نانسي قنقر